اشتركوا في القناة وربطنا الوزن السقير بالحبل والشجرة هذا الحبل سوف ينقطع ماذا لو استخدمت عجل دائري ووضعت له علاقة وعلقته على الشجرة آها لكذا لن ينقطع الحبل هذا العجل اسمه البكرة البكرة هي اداة ميكانيكية على شكل عجل يدور حول محور ثابت ويلتف حول محيط حبل او جنزير وهذه البكرة هي البكرة الثابتة لانها تبقى في مكانها اذا انا لو ربطت في الحبل وزن سقيلا استطيع ان احركه بسهولة ها هذا افضل فالبكرة تغير اتجاه القوة فيصبح اتجاه القوة من الاعلى الى الاسفل بدلا ما كان من الاسفل الى الاعلى ولكن لو كان قوة الثقل 25 نيوتن مثلا احتاج قوة 25 نيوتن ليرفعها ولو كان خمسون فيجب ان احمل خمسون اي ان البكرة لم تخفف القوة اللازمة ليرفعها اذا البكرة الواحدة الثابتة فقط تغير اتجاه القوة وتجعله الى الاسفل وليس الى الاعلى فلو اردنا ان نسحب هذا القط من الاسفل الى الاعلى هل يجب علي ان اسعد عاليا بالطبع لا يمكنني استخدام البكرة ويمكنني ان اتحكم بالقط وانهى على الارض هذه البقرات رائعة أاذا ؟ ا WEI demonet 간 hoy Nova او 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 ويديلا اعمل شيء ان اتقل اوه مازال عنك نفس المشكلة كيف يمكنني أن أحمل وزن صغير؟ ماذا لو كان أصغر مني؟ لو كان وزن خنزير مئة ووضعة حديثة وزنها تسعون فأنا سأحمل عشرة آه أنا سقيا جدا وهذه هي طريقة عمل المصعد يا أصدقائي وهذه هي الفكرة فكلما زاد الوزن تزيد القوة واستطيع حمل الخنزير ماذا لو ألطت أن أحمل شيئا سقيرا جدا ولكن لا يمكنني أن أجد حديثة كبيرة حسنا نرجع إلى نفس المشكلة؟ ماذا لو جعلت البكرة متحركة هكذا وسميت متحركة لأنها تتحرك وهكذا أصبح عندنا حبلان يحملها مصقل الحبل الأول يحمل النصف والحبل الثاني يحمل النصف والآخر فلو كان عندي رجلان فالرجل الأول سيحمل النصف الثقل والثاني سيحمل النصف الآخر انت خيل أن رجل الثاني والشجرة فإذا الشجرة ستحمل نصف الثقل وأنا سأحمل النصف الآخر فلو كانت الصخرة تزين عشين فأنا سأحمل العشرة وشجرة ستحمل العشرة ولو كان الثقل خمسين فأنا سأحمل نصف الخمسين يعني خمسين تقسيم اثنين ويساوي خمسة وعشرين وهكذا ما رأيكم أن أركب البكرة الثابتة والبكرة المتحركة ها ها هكذا ما زال وزن الثقل مكصب على الحبلين وما زلت أنا أحمل نصف وزن الجسم والشجرة أحمل النصف الآخر ولكن هكذا أنا مرتاح لأن اتجاه قوتي من الأعلى إلى الأسفل أستطيع أن أحمل تمساح ونصف وزن أنا زكي وهذا اسم النظام المركب ما رأيكم لو استبدلت الشجرة بحبل هكذا؟ سيكون الحبل يحمل نصف الثقل وأنا أحمل النصف الآخر وهكذا فإن الثقل مكصب وزنه على حبلين أما الحبل الذي أمسكه فهو ليس محسوبا لأنه فقط يغير اتجاه القوة ولكن هل أستطيع أن أحمل ثقل بأقل من نصف وزنه؟ إذا كان النصف وزنه أحتاج حبلان بين سلسة وثلسة لثلسة حبال أنا رائع لكن مثل حملت الربع وليس السلس هذا سيكون رائع وفي هذا النظام يوجد أربع حبال وأنا أحمل الحبل الرابع إذن أنا أحمله ربع الثقل والحبل الذي أحمله غير محسوب لأنه فقط يغير اتجاه القوة إذن هنا أربع حبال ممكننا أن نتخيلهم أربع أشخاص وأنا الشخص الرابع وسينقسم وزن الثقل على أربع كان ثمانون ثمانون تقصيب أربعة يساوي عشرين إذن كل واحد يحمل عشرين هذا الحيوان خفيف جداً هذا الحيوان خفيف جداً هذا افضل وريح سوف ندبش البكرات معا وستصبح هكذا لو سيت حبال في النظام المتحرك أستطيع أن أحمل سكر tonight أصبحت أكدا منت كان معكم الطالبان أمجد وسيف عبداللطيف للمعلمة التكنولوجيا فاضرة طينا نعشي